أهلا بحضراتكم من جديد خلوني أبتدي بخبرين مهمين جدا في الجانب المحلي تحديدا قبل ما أنا تفرغ لأخبار النادي الأهلي واستعداداته الأخيرة لمباراة بعد غد أمام طلع الجيش في مباراة السوبر المصري مباراة مهمة جدا جدا بكل تأكيد لكن النهاردة أخيرا أخيرا بقى عندنا ربطة للأندية المحترفة خطوة أخرت سنين كتير جدا جدا الناس كلها نادت بيها يا جماعة لازم يكون عندنا ربطة أندية محترفة على غرار الدوريات الكبرى في العالم وده الأمر الطبيعي وده المفروض أنه يحصل عشان نتفادى بعض الأزمات والمشكلات ولازم يكون فيه ممثلين أبرز وأهم الأندية علشان يتم نقشة أي أمر ما قد يحدث أو اتخاذ القرارات اللي بتكون دايما في صالح الدوري وفي صالح البطولة المصرية وفي صالح الأندية بشكل طبيعي فالنهاردة أخيرا تم انتخاب طبعا لجنة للأندية المحترفة أو ربطة للأندية المحترفة خليني بقى أقول لكم أعضاء الربطة مين لأنه ده أمر مهم جدا الربطة بتبقى متكونة أو مكونة من خمسة أعضاء واثنين بيبقوا من خلال اتحاد القرى أو بيبقوا ممثلين عن الاتحاد المصري لقرة القدم خمسة ممثلين عن الأندية واثنين بيبقوا ممثلين عن اتحاد المصري لقرة القدم يعني توطل الربطة كلها سبع ممثلين عن الأندية والاتحاد المصري لقرة القدم متكونة من مين الربطة دي؟ متكونة من الحج عامر حسين طبعا رئيس لجنة المسابقات السابق وشريف صالح محمد وخالد أحمد رفعت وأحمد دياب وعماد متعب محفظ الألقاب طبعا للجميع واتحاد القرى حيمثل عنه كل من اللواء صفي الدين محمود باسيوني واللواء صروة سويلم طبعا عارفينوا كلنا عضو أو مدير التنفيذي السابق اتحاد المصري لقرة القدم وده اللي تم خلال هذه الانتخابات واعتبر أصلا الخمسة الممثلين على الأندية فازوا بالتسكية والممثلين على التحاد القرى والتحاد القرى هو اللي رشحهم ويقرر ان هم يكونوا متواجدين في ربطة الأندية المحترف هنا السؤال بقى الأهم هل الرابطة دي هتشتغل باستقلالية عن الانتحاد القرى ولا لا دي أول تجربة تحصل عندنا في مصر هل حيبقى فيه تدخل من اتحاد القرى في الربطة دي ولا لا هل الرابطة دي هتكون مستقلة في اتغاذ القرارات وكل الأمور اللي هي بتبقى شايفة من وجهة نظرها في صالح الأندية وفي صالح الدوري ولا لا هو ده هنا السؤال هل ده هيحصل ولا مش هيحصل أنا بسط جدا في أعضاء الرابطة الناس كلهم قامات كبيرة وناس كلها مميزة وعندهم خبرات كبيرة جدا لكن الأهم الانتحاد القرى يديهم الحرية والاستقلالية التمة علشان نحس بفاعلية هذه الرابطة وما نلاقيش مشاكل تانية يعني احنا بنعمل حاجة المفروضة انها تكون موجودة بس مش عايزين نعملها عشان يبقى فيه مشاكل إضافية لا احنا بنعملها عشان نقلل الأزمات وعشان ده الطبيعي ده التطور الطبيعي اللي حصل في العالم كله وإحنا المتأخرين عنه بشكل كبير فده خبر في الحقيقة أنا بشوفه مهم جدا جدا وخطوة غاية فيه التميز وحاجة تحسب الاتحاد المسيح والتقادم أه ممكن نكون بننتقده في حاجات كتير جدا لكن لما يعملوا حاجة صح لازم ياخدوا حقهم يعني